موسيقى على هذا الشاطئ يعيش بحارة أصيرون اختاروا مرغمين عيش حياة البحر بمدها وجزرها فهم بعد تهجيرهم من بيوتهم وقت الاحتراب الأهلي في لبنان منذ أكثر من أربعين عاما سكنوا مؤقتا على شاطئ السانسيمو ليكون البحر مصدر رزق لحوالي خمسة آلاف عائلة يرمي أربابها شباكهم فيه ليطعموا أطفالهم لكن حقيقة المشهدية ليست بهذه البساطة لأن نهار سيضي الشاطئ البحري لمنطقة الإجناح لا يخلو من الاعتداء على شباكهم وأقفاسهم تحت حجة تعديهم على الأملاك الخاصة بمسبح السامرلاند المجاوري لهم على السامرلاند ممنوع ممنوع نتصياد شو عم بيقولولك؟ بيقولولنا ممنوع نتصياد بيجيبو لنا الدرق ووايك ممنوع يمنعونا نتصياد من يومين حطينا الاشباقان واجهوا شلوها وخزقوها حتى اللقفات شلوهم واخدوهم وحطوهم عندهم وما كانوا يحطونا إياه حتى صعي مشكل نحن وإياههم وبالعودة إلى بر الأمان حيث الجلسة تحت أشاعة الشمس لها طعم خاص يبقى للصيادين حكاياتهم الصارخة المطالبة بحقهم في الحفاظ على مصدر قوتهم نحن كلنا معنا سندات ملكية بالبحث وكلنا مرخصين من قبل الدولة وبيحقلنا نسرح وإنما كان ومحد يقلنا ممنوع ومسموح لأنه هاي دي معاش مسموح فينا يعني بيجيكي واحد معه مصاري بيجي واحد معه مصاري كتير بيعمل له مسبح بيقطع معيشة المنطقة كلها كرامة إنه والله إنه عمل مسبح هو وشغل عشرة معشر واحد من المنطقة نحن معل حدود المسبح أن يكون فيه إليه حدود بس مش إنه والله إنه حدود ويأخذ البحر حواليه كله المسبح إليه حدود قلوه الصخرات هي دول حدود لأنه نحن ما عم نعتدي على العالم نحن أفقر ناس بالعالم الصياد يعني المسيح وصى بالصياد وبتمنى عليهم يعني إذا هني مسيحي ولا إسلام والنبي محمد وصى بالصياد وصى بالفقير رغم أن سكان شاطئ السانسيمو الحاليين ليسوا من أهله ولا من أصله إلا أن وجودهم هو أمر واقع لا يمكن غض الترف عنه بزنودهم السمراء وعرق جبينهم يصطادون كفافة يومهم ولكن في لبنان يبدو أن حتان المال تأكل الأسماك الصغيرة من شاطئ السانسيمو جوال الحاج موسى قناة الجديد